موسيقى طويل العمر في جلالة الملك طلب عقد اللجنة على وجه السرعة لمنقشة موضوع نجل مجام سيدنا إبراهيم يا أخي هالموضوع انتهى خلاص جلالة الملك جاي بعد باتر الحرم علشان يحضر نجل المجام وصلوا تلغراف من أستاذ بكلية الشريعة بيعترض بيقول إن هذا ضد الشريعة ضد الشريعة؟ ضد الشريعة في إيش؟ نحن درست الموضوع دراسه جيدة جداً وعندنا أسانيدنا شرعية لو كل واحد يفتئ على كيفه الحكاية ما تبشي بهذا الشكل على كل حال أنا بعدت للأستاذ وانتو تنكشوه هو يتكلم وانتو تسمعوه وتردو عليه تفضلوا الله هو كذلك الأستاذ الشعراوي من خارج خليه يتفضلوا فليش أستاذ الشعراوي أنا أستاذ الشعراوي انت ليش معترض على نجل مجام إبراهيم؟ إحنا بدنا نوسع الساحة من شان المطاف يا أخي نقل المقام لا يجوز ولو جاز لأحد لفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففي أيامه وقع سيل شديد جرف الحجر من مكانه فجامع عمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عمن يستطيع أن يحدد مكان الحجر فجاء رجل بحبل به عقد يحدد مكان الحجر من الكعبة المشرفة ومن بئر زمزم ولما تأكد عمر رضي الله عنه من صدق الرجل ودقته أمر بإعادة الحجر إلى مكانه الأول وهذا يعني أن مقام إبراهيم ثابت ولا يجوز تغييره يا أخي نحن ندري هذه الرواية لكن ما لا تدريه أنت أن مقام سيدنا إبراهيم اللي هو الخجر اللي كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم كان ملاسق للكعبة الشريفة فجام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بنقل مقام سيدنا إبراهيم إلى مكانه الحالي وهذا يعني جواز نقل مقام سيدنا إبراهيم مع احترامي لرأي فضلتكم إلا أن الاعتماد على بعض ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح سندا ترجمة نانسي قنقر شكرا